بيبدأ الفيلم مع محامي اسمه بيلي هالك وبيجهز نفسه عشان ينزل يروح شغله وبينزل يفطر معه قسرته بس الاول بيوزن جسمه وبيتصدم لما بيلاقي وزنه تطومي ترطل وبنفهم ان بقاله كتير جدا بيحاول يخس بس مش قادر وبيروح عشان يفطر مع بنته ليندا وزوجته هايدي اللي مخليها دايما مماشي على برنامج غزاء معين عشان يخس وبعدها بينزل يروح المحكمة عشان يدفع عن موكله اللي اسمه ريتش جينيلي وده يبقى زعيم عصابة ومحكوم عليه بالاعدام ولكن بيلي بيثبت برقته والمحكمة بتحكم بالبراءة وبعدها بيخلص وبيروح مكتبه وبيشوف كارفان لوحدة غجرية وجزها وبيطلب من الشرطة انهم يطردوهم لانهم سدين باب المكتب وبيخلص شغله وبيروح بالليل يحتفل هو وزوجته عشان كسب القضية وبيروحوا بعد كده على البيت وهم في الطريق بيتخنقوا مع بعض وبيتوتر من الخناءة ومبعرفش يسوه وبالصدفة كان معد الراجل وزوجته الغجرية وبيغبطها بالعربية وبتموت في الحال وبعدها بيلي بيروح للمحكمة وبيدفع عن نفسه والقاضي بيتأكد انها ماتت بدون قصد وبيحكم عليه بالبراءة لان الحادثة غير مقصودة وهي اللي كانت معدية بسرعة ولما بيخرج من المحكمة بيلاقي زوج الست الغجرية وقف قدامه ومستنيه وبنعرف ان الراجل ده اسمه تاتزو وبيقرب منه وبيمسح ايده على وشه وبيقوله كلمة غريبة اسمها سينار وبنعرف ان دي تعويزة حتضمر حياته وبعد كام يوم بيلي بيوزن نفسه بيلقي جسمه خس جدا مع انه بيأكل كتير جدا وبعدها بيروح يلعب جلف مع اصحابه روسنجتون ودكتور مايك وبيلاحظوا ان جسمه خس كتير وهم في الحمام روسنجتون بيوري مايك التعويير اللي ظهرت في جسمه فجأة ومايك بيقوله ممكن يكون ده سبب الضغط او الارهاق وبيلي بيوزن نفسه تاني وبيلاحظ ان خس 2 كيلو عن الصبح وبعد كده روسنجتون بيقوله ان تاتزو لمسه هو كمان في مكان التعوييره دي وبيقوله من بعدها حسيت ان انا ملعون وهيدي بتلاحظ ان بيلي بيخس بطريقة غريبة وبتعرض عليه انه يروح يكشف عند صاحب الدكتور مايك وبيروح له طلب منه يعمل اشعة وبيقوله انت حتك الصحية كويسة جدا ومعندكش حاجة وبالليل بيلي بيقعد ياكل زي المجنين ولين ده بنته بتقرف من شكله هو بيأكل وبتقوله بطل اكل وقال لها خليك في حالك احسن وهيدي بتقوله ان البنت بتقرف من منظره هو بيأكل وهي هتروح تقعد عند خالتها لمدة اسبوعين وبعد كام يوم بيلي بيلاحظ على لين ده زوجة روسنجتون انها حزينة على زوجها ومايك بيقوله ان روسنج سافر عند اخته ولكن بيلي بيحس ان في حاجة غريبة بتحصل لانه عارف ان روسنجتون ما عندهوش اخته اصلا وبعدها بيلي بيروح لزوجة روسنجتون وبيقولها انه عارف انها بتجذب وانه جوزها ما عندهوش اخته ولا حاجة وبيحكي لها الحاجات الغريبة اللي بتحصل له هو كمان وان الراجل العجوز ده حطي ايده على وش ولين ده بتقوله ان ده نفس اللي حصل مع روسنجتون وطازو قال روسنجتون كلمة سحرية ومن وقتها وجسمه كله بتحول وبدأ في تغيرات غريبة وبقى عنده مخالب زي الحيوانات وبتقوله ان الغاجر ده لعنهم بتعويزة سحرية وبيلي بيسأل واحد اسمه ريتش عن الغاجريين دول وقاله فعلا هم بتعاملوا بالسحر وبيقوله ان الشخص اللي بيلقي التعويزة دي لازم هو فقط اللي يقدر يعكسها وبيلي بياخد هايدي وبيروح للعيادة وبيحكي لها اللي حصل ولكن مش بتكون مصدقات وبتقوله انا مش بصدق التفهات دي ومش بنؤمن بالسحر وبيروح عشان يعمل تحاليل وبرضه بتطلع كويسة جدا محدش عارف حاجة وبعدها بيلي بيروح للزابط ويلي اللي كان بيشهد زور معاه في القضايا بتاعته وبيتفاجئ ان جسمه كله تغير وبقى وارم والزابط قال له خد المسدس ده وروح موت الغاجري ولكن بيلي بيرفض يموته وقال له ما ينفعش يموت دلوقت لان هو الوحيد اللي يقدر يفك التعويزة دي وبعد كده بيسيبه ويمشي وهو خارج بيسمع صدر بنار وبيعرف من كده ان الزابط خلص على نفسه وهو راجع البيت بيشوف ماي خارج من بيته وبيتدايق جدا وبيشك في مراته انها بتخونه معاه وتاني يوم بيلي بيروح لتاتزو عشان يخليه فك اللعنة وبيوصل للكرية بتاعتهم فعلا وبيلاقيهم مشيو وبيلي بعدها بيكتائب ومش عايز يروح البيت وبيروح يبادفل وكاندا وبيشوف اعلان لمهرجان الغاجر عاملينه وبيروح على الانوان ده وبيلاقي تاتزو وبنته جينا وكانوا بيبيعوا عرايس وراح ليهم هو واصحابه اللي تلعنوا زيه وبدأ يجري وهم بيجري وراه وبيظهر روسينجتون بعربيته وبيركب معاه ولكن بيتفاجئ من وشه بعد ما تغير وتحول لسحلية والاتنين بعد كده بيهربوا بالعربية ولكن طالزو بيغبطهم بعربية كبيرة وفي اللحظة دي بيلي بيصحى من النوم وبيكتشف انه كان بيحلم اصلا وبيتصل برسينجتون وزوجته بترد عليه وبتقوله ان جزها مات الصبح وبيلي بيرجع للمهرجان تاني وبيلاقي الغجر كلهم مشي وبيسأل عليهم والرجل بيقوله على مكانهم الجديد ولكن كان متوتر جدا وبيروح على المكان وفعلا بيشوف جينا وتطزو وطلب من جينا انها تساعده ولكن بترفض وتقوله امشي انت شطان وتاني يوم بيلي بيعرف ان ريتش مراته بلغت عنه مستشفى المجانين وبنشوف ريتش بيتخانق مع جينا وبيطلع سلاح وبيموت عدد كبير من الغجر وريتش بيتكلم ويحقق مع جينا وبيضربها وتفقد الوعي ولكن بيلي بيوصل في الوقت المناسب وبيلحقها وبيمنعه انه يموتها وتطزو بيبدأ يخاف على بنته جينا عشان كده هيكرر يبطل التعويزة وعشان يبطلها لازم اللعنة تتنقل لشخص تاني وبيجرح ايد بيلي وبينزل الدم على فطيرة وقاله لو اي حد اكل من الفطيرة دي هتسيبه اللعنة وانت هتخف وتبقى كويس وبيلي بيكرر ان هايدي مراته هي اللي تاكل الفطيرة عشان ينتقم منها على خيانتها لي وفعلا بتاكل الفطيرة وبيصحى من النوم بيلاقي مراته ميتة جنبه وبيتصدم كمان لما بيعرف ان بنته لين دا رجعت من الصفر من عند خالتها واكلت من الفطيرة هي كمان وراحت على المدرسة وبعدها بدأ يحس بالزنب وكرر انه ياكل من الفطيرة ويموت هو كمان ويرتاح ولكن في اللحظة دي الباب بيخبط ولقى مايك وقف على الباب يخلص على نفسه هو مايك واكله من الفطيرة وبكده يبقى خلص الفيلم وسلام